سيداتي وأسادتي أحبائي في كل مكان مرحبا بكم معنا في هذه الأجواء الكبيرة طبعا من كل يترقب معنا هذا النهاي الضائع بهذا الحضور الجباهيري يا إلهي من أجل مشاهدة ممتع ومن أجل كتابة تاريخ لكل الفريقين الفريق الفايز هذا اليوم سيعيش ليلة تاريخية وجباهيرة لن تنام وستحتفل طويلا من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب وتنطلق القرلاصق يرتكب مخالفة واضحة جدا خلص القراب رابيو ليفاندوفسكي بورلاسك يججيك ماراشنسكي يبحث عن زميلة ماراشنسكي يستقبلها في وضعية جيدة عرضية غير متقنف كرة راحت بعيدة كامابينغا على تنفيذ الخطأ في طاقة صفراء مستحقا يبعد الكرة بعيدة عن المرمى هيرنانديز غورلاسك تورصة خطيرة جدا للتزديد أعتقد أنها بالفعل مخالفة يتفق معي ربما حكم مباراة يطلق صافرتها نعم أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات سيكتفي ببعض الكلمات يوضع قرارك كرة أخرى تغيير أي السلحاب يلازمهم اليوم هيرنانديز سرعة غير عادية ودقة في التوريخ كرة ملعوبة من مسافة البينية لم تمر وحاولة كتلتك وذكران في مهدها قبل ان تشكل اي خطر كاش باراشنسكي تمريره بيني ايرنانديز عادريال رابيو هل يمكن ان يستغل الفرصة ان يوسجل هجمة مرتدة الآن يمروا يلعب كرة بينيهم تمريره جميلة تخترق الدفاع دراقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع كاسب الريهان على حساب رجوع اعتمد على نفسه اكثر من اللازم في الكرة الاخيرة لا يمكن كانت واجب هذا الخط الدفاعي لوحدك كوندي تمريره قوية اكثر من اللازم كاش باراشنسكي بينيه تميلة تدخل رائع قبل الوصول الى المرمى سليبة يلعبها الانتيات الاخرى من الملعب انطلاق بانتيات اليمين كامامينغا بافار كرة تبيلة من فوق اللاعبين قد تكون هذه فرصة بابي تسديد الثانية هنا كرنسا باراشنسكي كرنسا كرنسا يهاجم بشراسة هنا ويضع خصمة تحت الضغط يشكل خطورة وتهديد حقيقة على المرمى يتفوق في المواجهة البدنية يحصل على الكراب بينيه رائع هذه لعبة خطيبابي يشتت الكراب عيدا بافار كريم بالزباب يلعب كرة بينيه كرة خطيرة نحو الأمام فكرة ممتازة ولكن التنفيذ لم يكن جيد بذكاء كبير بخبرة كبيرة بدون أخطاء ينجح في التحدي والتدخل الرائع شيمانسكي اعتراف رائع للكر تمرير بينيه تبدو خطيرة وأصبح طار بروكريا يبعدها بقبة يده الآن فرصة لهجوم معاكس الهجوم تحول الآن إلى جهة الأخرى شيمانسكي يسعون الاستغلال مساحة الخالية تمرير بينيه تمرير بينيه يبعد الكرة بشكل رائع كامافينغا غريزمان عادة الكرة يسيطر على الكرة يبعدها عن مراطق الخطورة عامتوني غريزمان كان في المكان المثالي لكن لم ينجح في التسجين ينجح في بعض الكرة كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هناك مرة قادمة يلعبها في المساحة قتلت الهجم قبل أن تبدأ زيلينسكي يلعب كرة اليسار يلعبها أرضية كامافينغا كاريب بنزيبا واضح عامل المدرب هنا من خلال هذه التمريرات الجميلة بيد ناريك يبعد الكرة على المناطق إيرنانديز يستلم الكرة من الخلف قامت أسمر تحولت بعد ذلك إلى أروكرية فرصة قد تكون مهمة الآن قمت أفضل فرصة قد تكون مهمة الآن ترجمة عاملها و壓د الكرة وهذه رمية جانبية فاتت ومرت وصلت إليه والآن للأنتوني جريزمان الكرة إلى خارج البربار براشنسكي كاش ممتاز في التمرير يطعها في الوقت المناسب أداء رائع جدا من المدافع أي دفاع هذا أي قوة أي صلابة أي جدار هذا بداية هجبة كانت مباشرة ليباندوكسكي أي تألق أي تصدي أي حارس مرمب يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمب كرة تعود الوسط يفضل العودة بالكرة هيرنانديز كوندي يفضل عادة الكرة إلى الخلف خرجت الكرة إلى رمية تماثنة أدريان رابيو كوندي إيرنانديز كوندي كاما بينغا سليبة وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة كاما بينغا بافر جريزمان ينجح في المرور يرفع كرة غورلسك يمكنهم الانطلاقة في هجبة مرتدة فرانكو بيسكي تمريدة جميلة جيماينيسكي جوميني جريزمان بنزيما أفقد خصب التركيز التوازن أيرنانديز تمريرات قصيرة رائعة وسريعة يينغايد يشوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمة فرصة خطيرة بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة يلعبها طويلا ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسن في الأمام مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة إلى اتخاذ قرار إلى ذكاب باراشنسكي غورلاسك من البداية كل الفريق حاول فرض أسروبه في الملعب واضح أنه كلا الفريقين عندهم صبر كبير في بداية المبارات لا أحد يريد أن يتقدم ويأخذ زمام المبادرة طرفين عندهم الكثير من الحذر في الدقائق الماضية لا يريدون مخاطرة بشيء طلاقا فرانكوفيسكي ليباندوفسكي من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير فنأكل جيد الكرة هيرنانديز سليبة جاوميني شيمانيسكي لمسة على اليسار إمكانية تسديد الآن لا تسألني كيف ضاعت لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة شيء غريب شيء خيالي بصراحة هد ما كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت شيمانيسكي يتسبب في خطأ هدف محقق وصلت إليه قرغ أسقر كريم يسدد في الزيرو الكرة اللي كانت متفهة قليلاً لأمان الأرض ولكن أفضل تعامل مبتاز متعرف حالة صباحة كان عنده فرصة متاحة للتزديد كان عليه استغلالها تزديدة لم تكن دقيقة على المرمى يحاول لعب الكرة إلى الأمام أي تدخل أمامنا أي تاكلين أمامنا روح يا ولد ماراشنسكي الآن إمكانية المرتدام غورلاسك يد جيجيك فرانكومنسكي يستقبل كرة في وضعية ممتازة باراشنسكي أعمل كل شيء تحرك لشكل رائع استقبل كرة لكنه في الأخير فشل في التسجيل إيرنانديز من سيستلم هذه التبريرات الطولية لمسة بينية جريزمان يستعد الكرة بعد ضغط قوى بافر تشديد الكرة عدري العربيو تغيير اللاب على الأجنب تحكم رائع في الكرة عدري العربيو واضح المعارض في التمرير كثير من التمريرات الخاطئة في مباراة اليوم براشنسكي بيباندوفسكي يحاول تمريرها من بين المدافعين ورها من دياتي اليمين ملعوبة قصيرة من زيلينسكي تحكم غير عادي بالكرة زيلينسكي يلعب كرة للجانب الأيمن براشنسكي وررت الكرة بشكل جميل يلعبها على اليمين ويلعبها على اليمين لعبة جميلة هنا يلعب أرضية داخل الثمانتاش شاوميني رغم الفرص على المرمى من الطرفين نتيجة نازالت سلبية واضح في محاولات واضح بأنها مباراة مثيرة لكن مهم جدا أن يكون فيه فاعلية هجومية استغلال الفرص تركيز زمام المرمى كان يحاول أن يخلق الخطورة لكن الدفاع تمكن منه في النهاية الحكم يشير إلى وجود خطأ ضرب حراب كامافينغا بدون مخاطرة يعود بالكرب عادريان رابيو كريم بالزيمة تغيير تجاه اللعب على اليمين المستنبر عصية تصدي غير عادي من حارس المرمى لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس الحارس يرجع فيه بعد هابيو قابلت اليد رابيو يبعدون هاب يحاول أن يلعب كرة بينية رابيو جانبية إذن يلعبها على اليمين يلعبها على اليمين والله مرون غير عادي قرأسك يحاول استفادة من زميلة في جانب الملاب يلعبها داخل الثمانتراش قدريان رابيو قدريان رابيو سليبة تلعب الكرة إلى الأمام يا السلام على المرور الجميل على المهارة العالية عرضية داخل منطق سلجزاب شاوميني من زيمة كرة من جئة اليمين عرضية داخل الثمانتراش والآن الكرة ملعوبة للأمام كرة طولية في المساحة الخالية يحصل عليها كوندي والحارس يلعبها بعيدا عن مرماء زيلينيسكي ولنداب لديه تودة كبيرة في التمرير إمكانية مرتدة الآن بابي بول لفرنسا وهدف التقدم في النتيجة لمسة الأخيرة كانت من عروع ما يكون ضرعة كبيرة في التمويل في المرور بشكل جميل أمام حارس المربع برنسا هو صاحب الضربة الأولى بيد ناريك لكل من انضم إلينا الآن هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن النتيجة 1-0 فرانكو بيسكي يلعب كرة طويلة يلعب كرة اليسار عامتوني كريزمان بابي مرت الكرة ضغط طوي وينجح بسعادتها حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة لقد كان بالإمكان أفضل مما كان ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا كاش كاش في كرة ممتازة على جيئة اليمنى والكرة تجاوزت الخط هنا يا له من تفاهم جميل إيرنانديس شتت الكرة بعيدا كاش يلعب كرة للجانب الأيمن استلام جميل الكرة يلعب كرة عرضية داخل 18 زيلينسكي لم يكن محبوب الفرصة الخطيرة جدا زيلينسكي كان تماما فرصة حقيقية وكان عليه أن يستغلها بشكل أفضل مما شاهدنا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أدري أرابيو يحاول فت شفرة دفاع الفريق الخصم ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسن في الأمام مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة إلى اتخاذ قرار إلى ذكاب مدري أرابيو يلعب كرة بينية لعب في الأمام في مكان التسلل سليبة كرة طويلة للأمام لمسة على اليسار تمرير مرة أخرى للوسط يلعب كرة على اليسار هيرنانديس مع كرة بينية عدت الكرة أنتوني جريزمان الحارس برة الأخرى ينقذ فريقة من كرة خطيرة ردت فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس أمتوني جريزمان يلعب كرة قصيرة يلعب كرة قصيرة كنا عند المهاجمين الكرة المعتادة الدفاع القوي جدا ولا يديه مساحة كبيرة كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لو لا التدخل الدفاعي اللي حرب من الكرة كان أمر حتمي وطبيعي يفقد الكرة لن يقدر على تجاوز الجميع بمفردة ربما عليها أن يلعب بشكل جماعي كريم بالزيما ماراشنسكي في الوقت المناسب يتدخل زيلينسكي كرة طويلة إلى الأمام يحام رصال كرة إلى الأمام لكن الكرة خاطئة لا تمر يلعب كرة طولية مع الضغط ينجح في استعادة الكرة غريزمان مرت الكرة باراشنسكي كورلاسك كرة إلى الأمام شيمانيتسكي يحاول أن يسدد الكرة من هنا يلعبها إلى داخل مطقت انتزاب شيمانيتسكي يلعب كرة لكنها في الأخير بعدها بجهود رائع جدا رابط ريا إلى الأمام ريزمان كريم بالزيما بار لمسة على اليسار ترانكوفيسكي شيمانيتسكي يفقد الكرة تحت الضغط شاوميني قام بالمطلوب من هنا أوقف هجمة كانت واعدة قبل أن تشكل خطر على مرمى قوية من أقابي سددها بشكل راغع لكنها لم تدخل المرمى كان قريب من التسجيل هنا عليه أن يركز من تسجيداته في المرات القادمة شيمانيتسكي شيمانيتسكي يتسبب في احتساب المخالفة بطاقة صفراقة سليم الحكم سليبا شيمانيتسكي شيمانيتسكي لا تسألني كيف ضاعت لا أعرف كيف وباع الفريق هذه الفرصة المتاحة شي غريب شي خيالي بصراحة هجمة كانت عبارة عن هدف حقك ولكنها ضاعت سليبة الفخط يولد الأخطاع دائما كريم بالزينا غورلسك كاش يلعب كورة طولية للمنطقة الأمامية ضغط كبير وساعدة في استعادة الكرة مغامرة خطيرة في هذه التمريرة سليبة كوندي والآن إلى رمي التباس كريم بالزينا يمور ويعود بالكورة إلى الوراب رانكو بيسكي زيلي ريسكي يتواصل لا بيرم يتباس دينزمان شيمانيسكي يلعب كورة على اليسار قدريان رابيو شاوميني بلزيبا لمسة على اليسار وستكون هنا رمي التباس ماراشنسكي مدريان رابيو غريزمان أنتوني غريزمان ليس في هذه المرة الكرة جاءت بعيدة عن المرمى رغم الرقابة الكبيرة نجح في المرور نجح في محاولته في أن يتجاوز الدفاع لكن في الأخير فرصة لا بتكتمل مدريان رابيو سليبة يبحث على اللاعب في المنطقة الأمامية أصلوا على رمية جانبية تدرد كورة ويرايع تمريرات سريعة وقصيرة بمبدأ الأمان يعود بالكورة فرانكوينسكي شيمانسكي يلعب كورة على اليسار مهارة كبيرة في الاستلام تلعب كورة عرضية داخل مطقة الجزار زيلانسكي لمس على اليسار وهي ألعب كورة عرضية داخل مطقة الجزار الحكم يطلق صافرتها لكن الاحتساب خطأ ولندا ينقل كورة بشكل سريع ورائع ليباندوفسكي شوميني يرتكب مخالفة واضحة جدا حكم يكتفي ببعض الكلمات موجر اللاعب لكن عليها أن يحذر أي تدخل آخر ستكون بطاقة ربما حاضرة تلعب كورة عرضية داخل مطقة الجزار 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 شاوميني وتشتيت ناجح الكرة ورلاسك بعتت ومرت وصلت إليه يحتسب الحكام راكلة حراب ليضاندورسكي شاوميني يبعد الكرة يا إلهي كرة كانت غريبة جدا يلعب رغية التماس يرسلها كرة ناسية ليضاندورسكي في موقع التسنل يرسلها يرسلها لديه جودة كبيرة في التمرير إبعاد الكرة مطلوب هنا رأسها ومحاولة مع المرتدة الخطورة الآن في الجانب الآخر ينجح في المرور كرة أرضية تذهب الكرة لجهة الأخرى كرة تمر بسلام على المدافعين تحرك بقوة هائلة تشتيت الكرة شوف الروعة في التمرير بين الأنبين كان يحاول الدوران لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعية نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى يبحث عن المهاجم يمروا يلعب كرة بين يم تدخل جميل واعتراض أجمل ينجح في لعب كرة أرضية لمسة بينية انطراق الآن من المدافع يشتتها بعيداً سرعة في استعادة الكرة يلعب كرة طويلة إلى بابي وانجا في تأتران هادر تحرك بوانجا حبيل هادر نوع وكارل أبود من فرقائز يجب عليك تحرك بوانجا حبيب زرعة أستعادة يجب عليك تحرك بوانجا حبيب مرانسا يتقدم بهدفين الآن يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة المباراة أصبحت أسهل بعد تنزيل هدفين بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف زيلانيسكي يلعبها طوليا ينجح في بعض الكرة فرانكو بيسكي مهارة غير عادية بالكرة بإمكانة إبعاد الكرة تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجودي ركلة حرام شاوميني عدريان رابيو يحاول تمريرها من بين المدافعين يلعب كرة داخل الصندوق ألتوني جريزان يلعبها في الباراة بول انتهى كل سيد هذا الهدف مباراة انتهت تقريبا في هذه النحبة يوم كبير جدا عادوا يسجلون مرة أخرى أي تعلق في مباراة اليوم أي روح عالي أي فتالية هدفين مرة أخرى في قضون دقائق لقطة جميلة جدا حتى في المكان المستحيل روعة 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 عندما نقول هدف بالفترة روعة أقدامه وجمع الكراتة هدف جميل جدا تستمر المباراة والنتيجة أمامنا ثلاثة هداف مقابل لا شيء تدخل رائع كان عليه الواجه الخطر قبل أن تشكل هذه الكرة خطورة على مرضى فريق باب زيليليسكي تغيير تجاه اللعب على اليمين يفنظل العودة بالكرة آمتوني جريزمان كرة طويلة للأمام ووجود هنا لقطة الكرة الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة تعود الكرة إليهم مرة أخرى يلام كرة اليسار شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة ينجح الفارس في صد الكرة وإبعاد الخطورة لمس ساحرة هنا يلعب الكثار برعسيا يبعد الكرة على المرمى تلعب كرة عرضية داخل مطلقة الجزاء لم ينجح فيه رسال كرة العربية سكبر جميل من فسيدة في اتجاه المرمى أنقذ مرماه وحارس المرمى أيضا في هذه الكرة بلوك ممتاز دفاع قو آمتوني جريزمان فرصة هجوم وعاكس من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير بينية جميل رابيون تألم غير عادي من حارس المرمى ينفذ مرماه ويحفظه من الكوارد اليوم ومحقوة الفريق وقيمة وخطورة في المرتدات فرانكو ميسكي تمرير جميلة محاولة من جهة اليسار الكرة ملعوبة عرضية تدخل رائع هذه الكرة عرضية كانت تبدو واعدة هذه الهجمة لكنه لم يقدر حتى على تجاوز منتصف الملعب فرانكو ميسكي مخالفة واضحة جدا راكلة حرة يحتسب الحكم ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار دار شفائي للهب بيت ناريك فرانكو ميسكي يلعبها على طرف الملعب يلعبها في المساحة لمسة في المساحة الخالية شمالكو ميسكي عرضية عرضية ليداندوبسكي تصدي غير عادي من الحارس هذا الأداء الكبير حارس يثبت أنه لجب الدفاع عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة شيمانيسكي بدون مخاطرة يعود الكرة تغيير لاب على الأجناب ينجح دفاع في بعادها عادريال رابيو ها هو ينطلق يلعبها إلى المساحة الجزاء باراشينسكي شيمانيسكي لمسة على اليسار يستعيد الكرة بعد ضغط هائل يستقبل كرة في وضعية ممتازة أن تكون هذه فرصته يلعب كرة جميلة هنا سيليانسكي يلعب كرة اليسار كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد كان لابد من التشديد ممتاز في التمرير اللاعب يستلم الكرة دفاع ينجح في بعاد الكرة عن منطقة الخطر شيمانيسكي زيليانسكي يبحث عن زميلة فرصة خطيرة هناك كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بشكل مطلوب كامابينغا كوندي يعيش شوقات رائعة وهدفين بشكل متتالي مبابيب يستقبلها في وضعية جيدة عادريان رابيوم يعود بالكرة لخط الوسط والآن فرصة كريم بالزيمة فرصة من جديد ومرة ثانية فرصة سهلة للغاية تحكم جميل جدا ولكن في الأخير كانت تنقص بسبب أخيرا كرة من جئة اليمين يستعيدها هيرنانديز والدفاع موجود يحولها للغاية كرة من جميلة تحكم جميلة لكنها لم تكن كافية لتسجيل هذا بيدناريك برانكوفيسكي زيلينيسكي باراشينسكي تدخل قوي ورائع بدون خطأ يلعبها لمطقة الخطار كرة كانت في منتقى خطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله لم يقدر على الدوران بالكرة هنا ربما في محاولة مقبلة يتمكن من فعلها دفاع كانت له الأفضلية شاوميني كامابينغا أفر غريزمان يحتسب الحك كامراك لحورة فورة قوية جدا بعيدة عن الكل يلعبها على اليمين غورلاسك يسيطر على الكرة يبحث عن المهاجم الآن فرصتهم للمرتدة سرعة غير عادية ودقة في التمرير غريزمان كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هناك مرة قادمة ليفاندوفسكي يتسبب في خطأ أظن أن الحكام سيكتفي ببعض الكلمات زليبة زليبة كريزمان لمسة على اليسار خورة على الجراح لكن بعيدة جدا لدي الحق اللعب بكل تأكيد بهذه الكرة كاش بمبدأ الأمان يعود بالكرة زليونيسكي حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة لقد كان بالإمكان أفضل مما كان ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا كرار ضياب مرت الكرة بشكل والتزديد كوندي شاوميني زليبة تدرد كرة وي رائع تمريرات سريعة وقصيرة تيكي تاكا مميزة ورائعة من هذا الفريق إيرنامديز تمريرة جميلة باتت ومرت وصلت إليه يلعب الكرة إلى وراء يسدد هاكريز الله 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 الكرة في المرمى يكون سهولة واريحية في هذه المباراة تنتهي كل سيد أصبحنا نساهد المباراة في اتجاه واحد هدف رائع باتميرات جميلة سلاسة غير عادية في نقل كرة بين أفراد الفريق نقل الكرة هنا يبدو سهل ولكن يحتاج إلى عمل كبير سيطرة غير عادية مطلقة تماما بالطول والعرف في هذه المباراة غيرزمان يعود بالكرة الوراء كرة طولية من الحارس يلعب كرة للجانب الأيمن ليباندوسكي مبابي كامافينغا هذه فرصة خطيرة سنقع توني غيرزمان يلعب كرة يا إلهي هدف قوة كبيرة وشدعة عمام المربع هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين يا لها من كرة فرق شاسع في المستوى على أرضية الميدان ما يحدث هنا خروج بصراحة الملوف سيطرة مطلقة على الملعب وتحكم تاب في مجرية اللعب والنتيجة هنا تتحدث أهداة رائعة استمرارية في الأهداة جميل حسم أعظام المربع مصدر خضر لأي دفاع الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة الخصم وضع يمثير السفقة بصراحة اليوم عمل بريسنغ ونجح في استعادة الكرة يفضل العودة من كرة كامابينغا بافر كامابينغا إلى خارج ربية الملعب تحولت إلى ربية تماث فقط كان عليه قوي جداً كوندي أدري أن رابيو كرة طولية إلى الأمام وحاول إلى اللعب تبريرها طويلة لكن بائعة هذه الكرة ينطلق بمجهود فردي سرعة غير عادية ودقة في التمرير موجود وذيبة هذه الكرة يستعيد الكرة سريعة شوميني فرصة ثانية حرف أنتوني غريزمان جزمان جزمان بينيها رائنا أمو يوميغا بافر تزدين الكرة في أطول تغيير تجاه اللعب على اليمين أجمل تدخل في رحبة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جداً على مرمى فريقاً بافر كرة إلى الأمام جزمان جزمان يتعرف للضغط بكل قوة روبرت ليباندوفسكي فرانكوميسكي ينججيك والحارس يلعبها بعيداً عن مرمى مساحة خالية على الجانب في وقت مناسب جداً يقطع الكرة كرة من جهة اليمين يلعب العرضية تشتيت الكرة يستعيد الكرة بعض الضغط هائل تغيير تجاه اللعب على اليمين فرانكوميسكي يلعب كثار براسية الحكاميو على نهاية الشوط الأول تبعنا 45 دقيقة إذن من نهاية حتى الآن سنتابع المباراة الآن شيمانسكي باراشينسكي أداء دفاع قوي جداً هذا اليوم كاش زيلانسكي يتفوق في المواجهة البدنية يقصر على الكرة القرار هنا إلى ركلة زاوية هذه الكرة أطلوب هنا شيمانسكي باراشينسكي سليبا بافر أدريان رابيو كوندي هيرنانديز جريزمان يلعب كرة اليسار عند مساحة خالية على الطرف أنتوني جريزمان حارس يقدم مباراة كبيرة ينجح ببعض القرارة الخطيرة في مباراة اليوم كان أمام المرمى مباشرة بصراحة كان علي هوان يسجل يحاول تنبيرها من بين المدافعين تركونا هيرنانديز سليدة مرت بمحارة الطائم الأيمان لكن أيضا لم تشكل خطورة كبيرة هجمة تذكر بجودة الفريق وقدرته على نقل هجمة في ثواني بسيطة كامافينغا بافار اللعب يتغير لالكورا للجهة المقابلة لمس بيني وتعود الكورا إلى حارس المربو كوندي سليبة كامافينغا بافار عادة الكورا كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى الدفاع كانت له الكلمة الأخيرة الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة لمسة على اليسار يلعبها إلى داخل مطلق تنتزاب يفقدون الكورا بسهولة لا تعرف ويلمشكلة ويضع الفريق غير حاضر ذهنيا هاليوم راعة الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسن في الأمام مثل هذه الكوراة كانت تحتاج إلى سرعة إلى اتخاذ قرار إلى نكاغ والحارس يلعبها معيدا عن مرمى كريزمان كامافينغا كريب الزيماب يلعبها على اليمين بل الزيماب بدأت هجمة كانت مباشرة واعدة لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين كيليان مبابي مرور جميل هنا رابيوب أنتوني كريزمان اليوم الأداء دفاع غير عادي مباراة كبيرة تحسب للمدافعين وترجع الكوراة إلى الحارس سليبة مدريان رابيوب مبابيوب مساحة كبيرة قوية من قابيب كلمة الأخيرة هنا كانت الدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب ليقع في انطلاق أي جومية مميزة يحصل عليها رانكو فيسكي رابيوب شيمانيسكي يلعب الكوراة إلى الأمام لا تسألني كيف ضاعت لا أعرف كيف وضع الفريق هذه الفرصة المتاحة شيء غريب شيء خيالي بصراحة هجمة كانت عبارة عن هدف حقك ولكنها ضاعت الكوراة ملعوبة من مسافة كريم كريم بالزيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسيق شيمانيسكي باراشينسكي يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم طويلة إلى القائم البعيد كيليان بابي عدريان رابيو عدريان رابيو عدريان رابيو عرضية يبعد الكرة بعيدة عن المرمب يحاول أن يلعب كرة بينيهم هيرنانديز سليبة كامافينغا كرة إلى الأمام خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في بابي يستعيد الكرة مرة أخرى يستعيد يستعيد الكرة ترانكوميسكي يبعد الكرة سليبة بابر بابر هيرنانديز براءة كبيرة في التحكم كيليان بابي تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود راكلة حرّب الحكم يحتسب راكلة حرّب على حافة المنطقة بدلاً من داخلها أنتوني جريزمان يندح في بعض الكرة عربية داخل مطلق سنتنزا بابر والآن فرصة للتحول الهجوم بابر يلعب كرة اليسار زيلانيسكي كرة طولية في مساحة خالية زيلانيسكي كان في البكان مطلوب لكنه لم يتمكن من ترجمة الكرة لهدف مادريان رابيو هيرنانديز سليبة سليبة جريزمان أرانسا ينقل الكرة بشكل سريع ورائع كريم بالزيبة سليبة سليبة أرانسا لديه جودة كبيرة في التمرير بابر بابر الحكم يطلق صفرتها كل احتساب خطأ الحكم يطلق البطاطة الصفراء بدون تردد موسيقى 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 لعبة جميلة تسديد أجمل ينقذها ببراعة كبيرة تعامل غير عادي مع الكرة لكن في الأخير حشي لا في تسجيلها يلعبوا الروكريا قصيرة كرة أرضية خطيرة كامابينغا شاوميني أدريان رابيو بابي يشتت الكرة يا إلهي ما ختفل هذه الكرة اللي قد تقولها الآن يمروا يلعب كرة ضينية ويلعب كرة عرضية وصلت إليه كريب زيبا حاول القيام الكثير من الأمور في نفس الوقت أعتقد أنها بالفعل مخالفة ينتفق ما يرغم أحكم مبارات يطنق صافر تناعم ينتح في بعض الكرة من سيستلم هذه التمريرة الطولية شيمانيسكي جاودة كبيرة في تمنين الكرة بين اللاعبين أدريان رابيو يبعدها يحتسب الحكام راكلة حراب يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة آمتوني جريسمان يلعب كرة طويلة يستقبل كرة في وضعية ممتازة كرة عرضية من بابي ترانكوبيسكي قلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع يسدد بنزيمان يلعب كرة قوية جدا وخطيرة مثل هذه المواقف تبيدك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة شيمانسكي اليوم الهجوم محاصر في مصيدات التسلل يليس في قوية جدا وكرة أخرى نحك بشكل رائع كريم بنزيمة مع مواجهة السلوب يعتمد على الاختراق بالكرات البينية يجب أن يكون الدفاع حذر جدا في التعامل مع هذا النهج تمركو السليم غلاق سوايا التمرير وخالفة واضحة جدا ركلة حرة يحتسب الحكم الآن يعود الخلف زيلينيسكي فرانكو ميسكي تدخل في توقيت حاسم يلعب كرة للجانب الأيمن مرت الكرة بينية جميلة تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة ورقة صحرة أخرى من حكم اللقاء وحذاري من الكثرة الإندارات في مباراة اليوم تجمع اللعبين حول زميلهم سميلهم اللي تمنان عليهم خورة تمر بسلامة على المدافعين رابية جانبية يلعبها على طرف الملعب يلعبها في المساحة أدريان رابيو على الطرف جاهز السلام الكراب ليباندوفسكي في مرتع تاية استغلال المساحة المسافة وأيضاً مرتدة جيزمان الحكم يطلق صافرتها أكيد احتساب خطأ جيزمان يلعب الحرائي من المطقب أدريان رابيو على تنفيذ الخطأ شمانيسكي ليباندوفسكي ليباندوفسكي القراني كارت في مطاقو قاموينغ 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 كوندي أدريان رابيو سليبة دي ساسي يلعبها اللي منطقت الخطر كورا من تيئة اليمين ينجح في تشتيت ويبعاد الكورا شمانيسكي ممتاز في التمرير ادريان رابيو ادريان رابيو ادريان رابيو كريزمان كريب الزيمة ويساسي امتلاقة في وسط المآم الكورا منعوبة إلى الأمام بيت ناريك بدأت هجمة كانت مباشرة وعدة لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونا عند المهاجمين كامافينغا غريسمان ضغط قوي وانجح في استعادتها سلاسة غير عادية في نقل كرب لباندوبسكي كورة ناسية الكورة بعيدة وفوق العربة سليبة وكورة ملعوبة إلى الأمام بسرعة وقف الهجوم مبكرا قبل أن يشكل أي خطورة لمسة على اليسار كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان على الطاير فاعت الكورة في الأخير إلى جانب المرضى هات موطنة سريعة كادت الجسفة عن هدف وتوقع هدف خضورته هات موطنة سريعة كورة سريعة كورة موطنة سريعة كورة سريعة كورة يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة يعيد هاي للحارس تغيير تجاه اللعب على اليمين تمرير كارثية يا جماعة الله على هذه المهارة تعاملوا مع الأرضية بشكل جيد كان يحاول الدوران لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعية نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى كرة طولية من الحارس يلعبها طويلة يجب أن نشيد هنا بالدفاع لمنع الهجوم رغم الإنطلاق اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جداً لو لا تعلق هذا الخط الدفاع الرائع كان يحاول خلق الخطورة من خلال مجهود فردي لكن دائماً الكثرة تغلب الشجاعة كان أناريا بعض الشيب شاوميني يتدخل في الوقت المناسب والحارس يلعبها بعيداً عن مرمى تنتهي الهتمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة تمريراً قوية أكثر من اللازم يلعب هاي للحارس دي ساسي يحاول لعب الكرة إلى الأمام كريب بن زيمة يلعب كرة على اليسار ينجح في معاد الكرة شاوميني أريان مابيو متأكل قويب يكون المخاطرة يعود بالكرة هو متعودين لو انتصف الملعب مابي مابيو والكرة عادة في الشباك لا واحد فلان هو عبارة عن سحب المنافس ونخصم لا شيء في هذا الدقائق سحب تامل يخصم بلا رعب مستمرون في تسجيل هدف هدف بعد آخر هو كبير فرق كبير بين الفلفين مبارات للتاريخ هنا صراحة مبارات للتاريخ هذه المبارات لم ينساها يتلاعب الجميع في الميدان هذا الحريخ اتفق مبارات للتاريخ باميو كريبنزيبا يتكى الكرة أعتقد أنها بالفعل مخالفة يتفق معي ربما حكم مبارات يطلق صافر تناعم أنتوني جريزمان ربما لو مرت لك لتخطير يمسلها بعيدا عن مناطق فريقا بابي قتب ألتوني جريزمان شباك نظيفة براعة حارس مرمان تألق حارس مرمان غريبة جدا يضعات الكرة من هذه المسافة أمام المرمان أدام وخيب جدا في ترجمة الفرص أنتوني جريزمان كيليان مبابي يعود بالكرة وسط الملعب يلعبها طولية يستعيد الكرة بعد ضغط قوي اللاعب يحاول يصدد في الزمان تورا ما عيدة جدا على اليسار سرعة كبيرة وتهديد خطير من خلال هجمة مرتدة اليوم الأداء الدفاع غير عادي مباراة كبيرة تحسب المدافعين عادريان رابيو كيليان مبابي عادريان رابيو يا سلام على المهارة على الكرة الجميلة شوميني كريب الزباب يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات إبعاد الكرة مطلوب هنا الآن محاولة لرد الخطورة هذه هي كرة القدم الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم في هذا الوقت المثالي يحتسب الحكام راكل أحرام يبعد الكرة عن المرمى زيلينيسكي لم يقدر على التعامل مع الكرة بشكل جيد تحت هذا الضغط دي ساسي كريزمان تعلق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم في الوقت المناسب يتدخل من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير مخلفة واضحة جدا راكل أحرى يحتسب الحكم حكم المباراة يخرج في الانزار ابعاد راية من الحرس صعب جدا الوصول الى المرمى من زاوية كهذب تمريرة جميلة ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسن في الامام مثل هذه الكرات كانت تحتاج الى سرعة الى اتخاذ قرار الى ذكاب شيمانيسكي يمكنهم الانطلاقة في هاتفة مرتدة يلعبها على اليمين ليفاندوفسكي يستلم الكرة من الخلف الله ما ارواح هذه اللعبة ممتاز في التحكم يبحث عن المهاجم يشتت الكرة بعيدا تلعب الكرة الى الامام كرة طويلة بعيدة جدا كرة طولية الى الامام يحاول يبعد الكرة حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة لقد كان بالامكان افضل مما كان ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا جريزمان لمسة على اليسار بدأت هجمة كانت مباشرة واعدة لكن الهجمة في الاخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين يفق التوازنة لا تسألني كيف ضاعت لا اعرف كيف وباع الفريق هذه الفرصة المتاحة شي غريب شي خيالي بصراحة هاتما كانت عبارة عن هدف وحفق ولكنها ضاعت كامامينغا كورا من جهة اليمين كامامينغا عادة الكورا يلعبها الى مطقة الجسر كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس اذا كان هناك مرة قادمة يلعب كورا اليسار مرت الكورا اعتلاف رائع للكورا ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسن في الامام مثل هذه الكورا كانت تحتاج الى سرعة الى اتخاب قرار الى ذكاب ايرنانديز يستقبل كورا في وضعية ممتازة يلعب كورا بينيا انتوني غريزمان نعب الكورا ولكن بعيدة جدا من المرمى كان في مكان خطيس جدا أمام المرمى الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيقها بطريقة غريبة جدا كورا طويلة للأمام كامافينغا ترانكو فيسكي يتسبب في احتساب المخالفة ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار امدار شفائي للآن يتسبب في احتساب المخالفة بابيب يرسلها داخل الثمانتاش ثقة كبيرة ظهرت الدفاع هنا في التحدي امتلاقة مبيزة امتعت بتدخل سليم وحسن هل ينتح بالمرور وصلت اليه لمسة على اليسار انظر براسيا يمتعتها خاصة معها عمل كبير جدا ولكن في الاخير لم يمجح باستغلاء الكرة الان امكانية المرتدب يلعبها لمنطقة الخطر شدت الكرة بعيدا امكانية مرتدة الآن غريزمان تمريرة جميلة لمسة في المساحة الخالية باتت ومرت وصلت اليه لمسة سيئة جدا علي ان يكون محبط من هذه اللمسة التي يباعت المرتدة بدأت هجمة كانت مباشرة واعدة لكن الهجمة في الاخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين سليبة الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة تغيير تجاه اللاب على اليمين يسا يطرع الكرة عدريان رابيو كيليان انبابي ويعود بالكرة الى الوراء مرت الكرة بشكل شكل ألتوني غريزمان كان لابد من التشديد يبعدها عن مراطط الخطورة وحاله عربية جانبية شاوميني هيرنانديز يحاول ان يلعب كرة من قبابي شباك نظيفة وراعة حارس مربا تألق حارس مربا مثل هذه المواقف تبين لك قدرات امكانيات اللاعب وانه قادر على ان يهز الشباك من هذه المسافة فرصة ذهبية لكن لب يترجمها الى هدف جربا shattered جربا بأعمال جربا بأعمال جربا بأعمال جربا بأعمال لايقاف هذا لقد رجب كان يضحك يا أعاد زياد سم Stella يبحث عن اللاعب في المنطقة الأمامية أدريان رابيو من سيستلم هذه التبريرة الطولية رابيو تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة ضربة راسية إبعاد روايا من الحالس روبرت ليماندوفسكي أعتقدم الآن كان متقدم نعم تسل الموجود سليبة كرة تعود الخلف هيرنانديز يتسبب في خطأ إذا مستحق في رعي حالة من القلب عند اللاعبين لأنه ببساطة زمينهم لأنه سعبت على رقية الملعب يشور بالكثير من القلب ترجمة نانسي imposing ترجمة نانسي أعزاب م visualize أعلى وربخفت مع كوزية ترجمة شخص ترجمة نانسي بعمرة أعلى اشتركوا في القناة كرة عرضية للقائم الثاني بالفكرة ذكية ولكن التمرير لم تكن بشكل مطلوب كامامينغا يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب بقرأة ممتازة يقطع الكرة يحاول لعب الكرة إلى الأمام يلعب رمية التماث لديه ليباندورسكي ركريا قصيرة يلعب الكرة العرضية للقائم الثاني كرة بالعرض يبعد الكرة بعيدة عنهم وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة الآن فرصتهم للمرتدة موهبة كبيرة فنية عالية حريف غريزمان غريزمان مع الضغط ينجح في استعادة الكرة هجمة مرتدة الآن كرة على الجانب حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة لقد كان بالإمكان أفضل مما كان ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا بسرحة كان علي هو أن يسجل لوكاس هرنانديس اندفاع عاراتي من جاعة اليسار كاش بمبدأ الأمان يعود بالكرة زيلينيسكي لا تسألني كيف ضاعت لا أعرف كيف وباع الفريق هذه الفرصة المتاحة شي غريب شي خيالي بصراحة هد ما كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت يلعب كرة للجانب الأيمن لضاندوفسكي حارس يقدم مباراة كبيرة ينجح في بعض الكرات الخطيرة في مباراة اليوم هولندا قادرين على خلق المشاكل من خلال مرتدات سريعة كهذه وأكيد أنه أمر مبهر جدا فريق تحول من الدفاع للهجوم بهذه السرعة كبيرة كريب تصويب على المرمى تحول من الدفاع في أدرتنا مع أيضا مع أيتنا تغيير يلعبها عن يمين كرة تعود إلى ممتصف الملعب راب يوم أعتقد أنها بالفعل مخالفة يتفق ما يربو مع حكم مباراة يطلق صافر تنام قرار الحكم في وجود خطأ خارج منطقة الجزاء العاقة كانت خارج المنطقة في رأي الحكم كورة ناسية يمكنها ببرامة كبيرة بريبة جدا نباعة الكورة من هذه المسافة أمام المرة هذا مخيب جدا في ترجبة الفرص فاربراسيا الزيدة جاءت بعيدة انحرفت تقريبا إلى جياس اليمين الكورة ملعوبة من مسافة بياتك سهولة في نقل كورة بين اللاعبين يستعيد الكورة بشكل سريع كان عليه التصرف يحتسب الحكم راكل أخرى بطاقة صفناك كان يعرف ناسا حكم بصراحة بعد هذا التدخل عنيف مرت الكورة كريم بالزيمة كريم بالزيمة تغيير اللاب على الأجنب كريزمان برقوية من أقامي كورة جميلة بول يوم كبير جدا لهذا الفريق يوم قاسي جدا على الخصم عقاب بعده آخر هدف بعده آخر نتيجة صعبة جدا هذا اليوم هذه ليست مباراة لمبصلاح المباراة معنا يكون في طرف من أي نوع اليوم كانت صوترة من طرف واحد مباراة في اتجاه واحد يجيجيك كان في المكان المثالي لكن لم ينجح في التسجين يفضل إعادة الكرة إلى الخلف والحارس يلعبها بعيدا عن مرمى استعادة الكرة سريعا غورلاسك يبعد الكرة بعيدا عن مراتك الخطورة زيلنسكي بياتيك ليباندوفسكي ليباندوفسكي حارس يقدم مباراة كبيرة ينجح في بعيد الكرة الخطيرة في مباراة اليوم ليباندوفسكي إبعاد رائع من الحارس ربما هذا هو التأثير الإحباط والنتيجة على اللاعبين محاولة تزيدة بعيدة تروح خارج المرمى وتضيع الفريق فرصة لبناء هاتفة منظمة وتهديد مرمى الخاصة بصراحة بشكل أفضل شاوميني يبعد الكرة ولانها ممكن يستغل هذه الفرصة تحول سريع في الماء هنا كرة عربية كاش يبعد الكرة على المناطق بابي يتقل كرة بابي كرة بتجاه المرايك ينجح في التسجيل من يوقف مكينة التسجيل؟ هل يرحمون الحصن بعد هذه الأهداء؟ فما هناك المزيد استسلام تام في عربية الملعب يرفعون المندين الأبيض في مباراة للنسيان بالتأكيد لنشوف اللولف مباراة تلعب الطرف واحد أعتقد أن الان الكل يفكر متى ستنطرق سأخرة النهاية يججك يمحف على الآب في المنطقة الأمامية ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة مخالفة واضحة جداً ركلة حرة يحتسبها الحكم تدرد كرة ويراية تمريرات سريعة وقصيرة زيلينيسكي كرة إلى الأمام فرصة هجوم وعاكس دي ساسي كما فينغا كريزمان قد تكون هذه فرصتهم الحكم يطلق صافرتها لكن الاحتسام خطأ يتأثر ويفك التوازن يفضل العودة بالكرة كوندي سليبة تغيير تجاه اللعب على اليمين زيلينيسكي تمريرا بينيام معه الكرة كرة ناسية لم ينجح به صغيراً في تحويلها داخل مرمى ودران عادية الملتدات بأقل عدد من التنميرات بفترة زمنية بسيطة أدريان رابيو كوندي تلعب الكرة إلى الأمام وتخرج الكرة إلى رمية جانبية مرمى صبام الأمام للفريق يختار الكرة بيني يا رائع فرص أمامي ينتمها حارس المرمى كان في مكان خطير جداً أمام المرمى الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيقها بطريقة غريبة جداً لعبي ومعية رائعة جداً لمرع الكرة الأخيرة رابيو هنا يمر الكرة فربراسية يرتكب مخالفة واضحة جداً أمتوني غريزمان عادريا رابيو دورراسك فرنسا ينقل الكرة بشكل سريع ورائع أعتقد أنها بالفعل مخالفة يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافر تنعم الكرة للأمام الكرة للأمام انتهت الهجمة الواعدة مبكراً يلعبها داخ كريم بالزيما مخالفة والكرة في شباك جون هذه الأمور تخرج عن السيطرة وقنات من جانب واحد تقريباً سيطرة مطلقة عن ملعب لا نلومهم بصراحة على تسجيل أهداف وعلى توسيع الفارق بهذا الشكل الكبير جداً فارق كبير بصراحة في المستوى بين الفريقين والتي جوابح الجميع ينيسوكي بياتيك بياتيك تصدي غير عادي من الحارس الآن فرصة لهجوم مراكس الهجوم تحول الآن إلى جياتي أخرى صراحة الضغط كان أقوى من أن يتحمل مادريان رابيو إجليزمان كريم الزباب لمسة على اليسار اعتراف في وقت مثالي أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم يبحث عن المهاجم كيليان مبابي مبابي يحاول اختراق الدفاع بمهارة العالية بإمكانيات الهائلة يلعب الكرة كرة تمر بسلام على المدافعين احتجاء الحكم يشير وجود خطاء غرب خرب بطاقة صفراء مستحقاً ينجح في بعض الكرة زيلينسكي يستقبل كرة في وضعية ممتازة بينية جميلة ويموت لباندوبسكي كانت هذه الكرة خطيرة جدانة تزديد القوية أدريان رابيو يحاول حفاظ على الاستحواذ وإهدار دقائق المتبقية كيليان بابيو كيليان بابيو بورغسك يمر لو يلعب كرة بينية بابيو شباك نظيفة براعة حارس مرمى تألق حارس مرمى أمتوني غريزمان يلعبها كالصيرا شباك نظيفة شباك نظيفة شباك يبعد الكرة على المرمى براسة ومحاولة مع الملتدى هذه هي كرة القدم الكرة ملعوبة من مسافة كونده يتسبب في احتساب المخالفة أمتوني غريزمان سليبا كرة طولية من الحارس بيد ناريك يعرف أنه كان علي بذل متهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقته دفاع يلعب كرة عرضية لمسة بين يم والكرة في المساحة لساسي لم يعرف كيف يرسل تمرير بيني السليبا كرة من جهة اليمين يتسبب الحكة أمراك أخرى يتسبب الحارس على جانب القائمة ليسا الضغط يولد الأخطاء دائما وخالفة واضحة جدا الراكل الحرة يحتسب الحكة ليباندوسكي أدريان رابيو كرة طويلة إلى الأمام وخالفة 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 مع عيدة وفي الأخير الكرة تخرج إلى ضربة مربع دي ساسي لوكاس هرنالدس فوفانا يتدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرام بطاقة صفراء قرار سليم من الحكم فوفانا 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 تشتيتلان لوكاس هرنالدس فوفانا فوفانا يلاعبها عربية تميرا بعيدا بدون خطورا فوفانا 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 يلعبها لمنطقة الخطر يا إلهي ما أتمن هذه الكرة اللي يقدمونها فوفانا 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 خطورا لأن plats الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة قورناسك ميد ناريك يلعبها على طرف الملعب يلعب عرضية داخل الثمانتاش نجحوا في تخلص كل الكرة دي ساسي شاوميني أدريان رابيو يلعب كرة اليسر تعود الكرة بسرعة كرة إلى الأمام انطلاق غير عادية هذه كرة خطيرة يحاول لعب الكرة إلى الأمام بإمكانها يبعد الكرة الآن فرصتهم للمرتدة آدريان رابيو بابي يستقبلها في وعية إيدا كرة عرضية ليفاندوفسكي هجمة مرتدة الآن سيلينيسكي تدخل غير عادي ويقطع الكرة أمكاني سيلينيسكي خطى في شباة جول روعة الاستلام هي منعطة الهدف مظهر جميل لقطة لا تنسب هدف سينماي لقطة خيالية وصورة فنية رائعة يستمر العب خانية ولكن من الوابح أنهم لم يستسلموا بعد ديساسي كوندير لوكاس هيرنانديس بابي لمسة على اليسار ينزل خطاً مؤقتاً بعد التدخل سريع من المدافع على الكرة الأرضية الآن تحولت إلى روكرياب كورناسية كورناسية على هذه المهارة بابي مساحة كبيرة كريم بالزيمة كورناسية كورناسية يلعبها إلى داخل مطقة الجسار الآن إمكانية المرتد بيت ناريك يلعب كورناسية وابح عامل المدرب هنا من خلال هذه التمريرات الجميلة يحاول تمريرها من بين المدافعين تمريرها بيت ناريك دي ساسي دي ساسي يهرب في الجهة اليمنى لمن هذه الكرة ترى اعتقد أنها بالفعل مخالفة بيت ناريك بيت ناريك بطاقة صفراء مستحقق بيت ناريك والساكون كورنا سلاسة غير عادية هناك الكرة بين اللعبين كورا عنا بي أب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة